في منطقة بافاريا الواقعة في جبال الألبي جنوب ألمانيا انطلقت أولى جلسات قمة مجموعة السبع التي تضم زعباء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مواضيع متعددة في طليعتها الديون اليونانية المتعثرة ستكون على قائمة الأعمال وكذلك المناخ حيث تسعى كل من ألمانيا وفرنسا الحصول على التزامات من الملدان الصناعية بتخفيض انبعاثات الغازات الدافئة وذلك على بعد نحو ستة أشهر من انعقاد قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ بباريس في ديسمبر القادم الأزمة الأوكرانية تلقي هي الأخرى بذلالها على أشغال القمة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أجرت محادثات بهذا الشأن مع رئيس الأمريكي باراك أوباما وذلك قبيل بدء أشغال القمة ومن المحتمل أن يقرر الزعماء خلال اجتماعهم أن يبعثوا برسالة قوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي جمدت مشاركته فيما كان يطلق عليها مجموعة ثماني بعد ضم موسكو القرم العام الماضي وفي إطار تواصل مجموعة السبع مع دول من خارج المجموعة ستبحث القمة التهديدات التي تشكلها جماعات مثل تنظيم الدولة وبوكو حرام مع زعماء نيجيريا وتونس والعراق القمة المنعقدة في قصر إلماو تثير غضب الكثيرين من مناهضي العولمة والمدافعين عن المناخ والمعارضين لاتفاقية الشراكة الأطلسية عشرات من الناشطين اجتمعوا في مدينة جارمش بارتن كيرشن بولاية بافاريا في إطار الاحتجاجات المعروفة باسم أوقف مجموعة السبع صناعية